مشكلة كبيرة بتقابل بعض الصناعية اللي شغالها بالمسدس وبسببها ممكن يرمي المسدس لانه مش عارف حل المشكلة دي وازاي حصلت اصلا تابعنا للنهاية عشان تعرف ايه المشكلة وايه الحل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم احمد صبحي ومكملين سلسلة فن الاربراش اللي هو مسدس الدهان النهاردة نتعلم مشكلة كبيرة بتقابل بعض الصناعية اه وبسببها في صناعية بترمي المسدس لانه مش عارفة تحل المشكلة دي او تعليقها ازاي طيب المسدس ده في مشكلة معنا يا جماعة هو لما تيجي تشتغل به بتيجي تدوس على الزينات بتاعه بيخرج منك بوية مرة واحدة بيطلع اللون على طول بدون ما يبقى فيه فاصل هوا اي مسدس طبيعي يا جماعة اي مسدس طبيعي مفوش اي مشاكل لازم تدوس على الزينات ضغطة الضغطة الاولى يطلع منك هوا بعدين بتدوس كمان ضغطة يطلع منك يبدأ يطلع اللون اللي في المسدس ده المسدس الطبيعي ودي لأهمية كبيرة او يا جماعة محدش ههملها لان من مميزاتها ان سنة الهوا اللي في البداية دي لو فيه مسلا اه غبار او اي اتربة على الجسم اللي انت هترشه بيبدأ السنة الهوا الاولانية دي تطرد اي اه اي غبار او اي اتربة موجودة عليه الميزة التانية ان هو بيديك زي كده بيعمل في المسدس يعني لو انت مسلا عمل خط وعايز تشتغل عليه بتمسك المسدس وبتسبت ايدك على الخط وبتطلع سنة الهوا في البداية وبعدين بيتدوس ضغطة اجمد شوية علشان تخرج اللون تعالوا نشوفها عملي مع بعض ده مسدس فيه نفس المشكلة اللي انا بقولها ده جبوس اللي هنشتغل عليه هتيجي تدوس كده شايفين بصوا يا جماعة هتيجي تدوس مسدس بيخرج منك لون مرة واحدة مفيش فاصل هوا شايفين بيعمل ايه لو مسلا هنفترض ان ده خط انا عايز اشتغل عليه هتيجي تدوس كده شايفين يطلع منك لون ما بيدكش يعني يبيديكش اللي في البداية بصوا طيب نحل المشكلة دي ازاي لان المشكلة دي يا جماعة وانت شغال ممكن يطلع منك لون مرة واحدة فيبوز الرسمة او جزء اللي انت بتروش بيه وبالتالي هترجع تعيده من جديد في البداية خالص انا بفك الابرة دي الابرة اللي وارا دي بتاعة اللون دي هي مسؤولة عن الكمية البوية اللي بتخرج المشكلة كلها في الابرة دي مشكلة كلها في الابرة دي بصوا يا جماعة الابرة دي مش حتة واحدة مش حتة واحدة الجزء ده لوحده الجزء ده اللي واحده والجزء ده لوحده مربطين ببعض اللي هتعمله ايه في البداية عشان انت هتلاقيها جامدة قوي مش هتعرف تفكون من بعد هتنقعها في تينر لمدة تسعتين تلاتة بعدين تطلعها وهتجيب بنسة زي كده وهتمسك الجزء ده اي حاجة تانية بنسة او كماشة اي حاجة تانية وتبدأ تمسك الجزء ده وتفكه بس خلي بالك هي انت هتلاقيها جامدة بس هيها هتحل في النهاية لان هما الاتنين سنين مربطين في بعض انت هتلاقيها جامدة بس واحدة واحدة عليها عشان ما تقطمهاش هتبدأ تفك الجزء ده هي جامدة جامدة قوي يعني لان هي بقالها فترة اي او بدأت تحل معانا اي اي لو لقيتها جامدة او مش عايزة تحل معاك بالابنسة ممكن تربطها على منجلة او اي حاجة هتمسك ادي او ادي فكينا جزء منها او والجزء التاني ايوا ودي الجزء التاني او بقى التلات اجزاء في ناس مفكرا ان الابرة دي يا جماعة حتة واحدة لا هي مش حتة واحدة واللي صانعها صانعها مخصوص علشان المشكلة دي عشان تعالج بها المشكلة دي لو حصلت منك لان مع الشغل مع الضغط على الزينات لفترات طويلة السن ده بيبدأ يلف سنة بسنة ببطء جدا ويرجع لورا وبيعمل معاك المشكلة دي وبتلاقي دايما المسادس بتاعك مطلع لون من هنا لون من عند الفنية هنا بيسقط لون لوحدة دي برضو بسببها المشكلة دي طيب الحل هنا ايه انا بعد ما حلتهم كده هربطهم زي ما كانوا في البداية انا بس حلتهم علشان اثبت لكم ان هم مش حتة واحدة ان في ناس مفكرة ان الابرة دي ملحومة في بعضها بعد ما رجعناهم تاني هنفترض ان احنا لسه خلعين دي من المسادس دلوقتي علشان نحل المشكلة دي ايه ببدأ الجزء اللي وارده الجزء اللي هو النحاس ده افكه سنة افكه يعني لفتين تلاتة كده وافك الجزء اللي وارده ان هو اللي هي الجزء الكبير انه حصل اطول شوية افكه تاني بحس ان انا اطول الابرة شوية انا بفكه عشان اعمل طول الابرة شوية اطوله وبعدين اركبه واجرب لقيته لسه في المشكلة اطوله كمان سنة لسه في المشكلة اطوله كمان سنة لحد ما تروح معايا انما هي في النهاية هتروح لو فضلت تعمل كده هتروح على ما تجيب بس المستوى المزبوط معك في المسدس بتاعك هو ده سبب المشكلة جماعة وهنجربها دلوقتي انا هرجعها شوية اهو وهندكبه في المسدس تاني هنجيب شوية لون الالوان دي الوان دوكو يا جماعة انا بباشتغلش غير بالالوانات كده انا حطيت لون في المسدس شايفين عمل سنة هوا وسنة هوا كبيرة كمان لو انت عايز تقللها شوية بتفك الابرة كمان شوية شايفين يا جماعة بصوا ما بيخرجش لون اهو عادي تدوس ضغطة تانية بيبدأ اللون يطلع منا اهو شايفين اللون بس عشان تقيل شوية فمش عايز خرج بسهول اه شايفين يا جماعة اهو متتخرجش لون اهو بتجدوس تاني ايخرج اللون اه اهو دي كده المشكلة معانا متخرجش لون عليه دي اهو متجدوس تاني هيخرج لون دي مشكلة اللي بيتقابلها بعض الصناعية وبسببها في صناعية بتري من المسدس كده بقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا لو شايف ان انت استفدت بالمعلومة دي يا ريت ما تبخلش عاينا بلايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تعرف اول ما انزل فيديو جديد ومكملين معاكم سلسلة ان شاء الله ومش هنوقف الفيديوهات فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته